طيب دكتور بارتو الأنظمة الغذائية دايما بنحب نؤكد على النقطة دي تحديدا لأنه في أنظمة غذائية أعتقد بتكون مضرة للجسم أكتر من فايدتها درها أكبر من فايدتها مع أنها بالفعل بتساهم في أنه الجسم أو الوزن ينزل شايف أنه الأنظمة دي مفيدة ولا لأ شايف إيه أفضل نظام غذائي طيب ونحن ممكن نقول مصطلح على الأنظمة دي الأنظمة دي ما يسمى أنظمة تسوقية أو سوقية بمعنى رجيم مرسح أي نوع من أنواع الرجيم أو فقدان الوزن اللي يعملك مشكلة يخليك ألقانة يخليك متضايقة يخليك مش حاسة ده مش بتاعك يعملك صداع مش بتاعك يغير من نمط حياتك يخليك متضايقة متنرفزة مش بتاعك هو نظام صحي متزن أبار عن ثلاثة واجبات رأسية وثلاثة واجبات بينية ونحافظ على نسبة السكر اللي داخل في الجسم ونشب ماء كتير نلعب رياضة طيب الأنظمة اللي ما بيبقاش فيها مثلا نشويات خالص اللي تبقى معتبدة على البروتين فقط هنقول عليها كتوجينيك دايت والنظام بقى فيه عنزمة تانية كتوجينيك دايت معصيان متقطع قصة اللي هتفقد الوزن تمام ولكن هتفقد مع الوزن صحتك على المدى البعيد هتلاقي نفسك فيه مشاكل كتير جدا أنت مش تقدر تخلي هقول حاجة بسيطة يعني عشان السادة المشاهدين هي علميا أن أنت لما الجسم بيعتمد على مصدر طاقة من حاجة معينة في جسمك الصعب أن يرجع لمصادر طاقة طبعية مصادر طاقة طبعية عندنا من الدهون ومن الكرباهدري فانت ما تعتمد مصادر الطاقة عندك من البروتين هيبتدي طول الوقت ياخد مصادر طاقة من البروتين فبالتالي أنما ترجع تاخد كرباهدرية أو دهون هيتخزنه وهو كده كده هيكسر من البروتين إيه شرة البروتين المعروفة في جسمه والعضلات يبتدي إكسرلك في العضلات فتحس أن accommodان طول الوقت صحيح مش قادر تقوم بشغلك مش قادر تركز في أي حاجة فتلاقي نفسك تعبت في النهاية وما خسيتش لأنك هترجع أضعاف أضعاف الوزن دايماً أي حد بياخد قرار رجيم يقول أنا هاخد قرار رجيم ده بعد الشتاء لكن الشتاء ما ينفعش معها رجيم إيه النظام الصحي أو نظام الأفضل اللي أنا ممكن أتبعه خلال فصل الشتاء ويعمل لي نقص حقيقي لوزني مبدئياً عشان أعمل نظام صحي متزن لازم أحافظ على الموعين تمام يعني أحافظ على الموعيد يعني أصحى بدري أفطر بدري في طواري ما يتأخرش على الساعة عشرة الغداء على الساعة أربعة العاشة من تمانية بالليل من تمانية لتسعة بعد كده ممكن أشرب مية أكل قدار أكل حاجة من الحاجات اللي هي زي ما بنقول إيه سعراتها الحرارة اللي يلا وفي نفس الوقت فيها ألياف تعمل إجباع ما تعشاش ونم على طول دي الحاجة لا هي القصة مش كده ما تعشاش كتير كتير أه بس القصة مش ما تعشاش ونم ممكن تعشاش خفيفة حاجة خفيفة كده وحاجة تكمل معاك عشان سكارك ما يهبطش بالليل من الحاجات اللي بتكمل معانا الجميلة اللي موجودة دلوقتي انتو بتكلاش كلكو البطاطا بطاطا الجميلة مغازية جداً وفيها نسبة ألياف محترمة وفيها فيتامينات كويسة ونشوات اللي فيها معقدة تتكسر على مدار طول الليل فانتطول الليل العنسلين مزبوط السكر مزبوط انت نايم كويس مش يحصل مشاكل قلنا نسح بدري نشرب ميا كل ساعة تبص في الساعة كده اشرب كبات ميا ابتدي ان انت تدخل السلطة والخضار كتير في أكلك من الحاجات اللي موجودة وتدفي في الشتاء جميلة وبتخصص شربة العكس تدخلها في أكل بس ما تدخلاش بالطريقة الجميلة اللي هي ايه تضحش عرية كتير بقى وسامنة وشوية بقى توم على الوش متحمرين على شوية معارض اللي هي نفسك بيعت العدد جميلة من الحاجات الجميلة برضو كم الأكلات اللي المحضورها البصارة يعني احنا بنتكلم في حاجات اقتصادية وتتعمل لو البصارة دي ربع كيلو فول هيتعمل هيقضي خمسة تفر مع أخضار كتير مع شابت مع حاجات زي كده توم وباصلوا حاجات زي ليد شبعت وفي نفس الوقت أخدت منها البروتين اللي انت محتاج دايماً حافظ على الكيف مش الكم بسط يعني احنا مش لازم ان انا اكل ربع فارخة ربع فارخة دي اوفر بروتين بالنسبة لها انا ممكن ناخد حتة من الفارخة توم لفارخة اي حاجة من الكلام ده تلاقي الدنيا مش ايه وفي نفس الوقت أخدت البروتين اللي ينفعك وانت لك في خلال اليوم كل كيلو من وزن جسمك ليك من واحد جرام لواحد ونص جرام من البروتين طيب كباية اللبن فها تمانية جرام بروتين قلبة الزبادي فها تمانية جرام بروتين تلاتين جرام الفراخة او اللحمة فيها سبعة جرام بروتين اشتركوا في القناة